اكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل أن مملكة البحرين قطعت شوطا كبيرا في تعزيز منظومة متكاملة لحقوق الإنسان جاء ذلك في تصريح لسعادة وزير العمل بمناسبة احتفاء مملكة البحرين مع دول العالم باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص حيث أشار الوزير إلى تصدي مملكة البحرين إلى جريمة الاتجار بالأشخاص وتحقيقها إنجازات عالمية على هذا الصعيد من خلال محافظتها على موقعها الريادي ضمن الفئة الأولى في تقرير الخارجية الأمريكية المعني بجهود الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص للعام السادس على التوالي مؤكدا أن الجهود المؤسسية في البحرين مستمرة في تصديها لهذه الظاهرة التي يسعى المجتمع الدولي للسيطرة والقضاء عليها لما تمثله من امتهان صارخ لحقوق الإنسان وأكد سعادة وزير العمل أن البحرين نفذت العديد من المبادرات والمشروعات الهادفة إلى تعزيز الحماية للمجتمع من هذه الآفة وأضاف سعادته أن مملكة البحرين مستمرة في ترجمة التوجيهات الملكية السامية في ترسيخ القيم الإنسانية النبيلة من خلال إطلاق المزيد من المبادرات التي تسهم في تطوير منظومة حقوق إنسانية متكاملة لافتا إلى أن البحرين وبفضل قيادة العاهل المعظم كانت ولا تزال موضع إشادة من المنظمات العالمية المتخصصة وأصبحت أنموذجا يحتذا في مجال رعاية وصون حقوق الإنسان ترجمة نانسي قنقر